بينما تتصاعد حدة التوترات بين روسيا من جهة أوكرانيا وخلفها بلدان في الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة من جهة أخرى تعيش كثير من الدول المستهلكة للحبوب مخاوف من بوادر أزمة شح في القمح على وجه الخصوص فمن بين 14 دولة تعتمد على الواردات الأوكرانية في أكثر من 10% من استهلاكها للقمح يواجه عدد كبير بالفعل انعدام الأمن الغذائي بسبب عدم استقرار السياسي تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم تمثل صادراتهما مجتمعة قرابة 56 مليون طن سنويا من القمح فقط ووفق تصنيف وزارة الزراع الأمريكية فإن روسيا تعد أكبر مصدر للقمح في العالم بأكثر من 38 مليون طن سنويا بينما تأتي أوكرانيا في المرتبة الخامسة بحوالي 18 مليون طن دخلت قضية الأمن الغذائي لتشكل مصدر قلق إقليمي على الأقل إذ إن 40% من شحنات الضرع والقمح السنوية لأوكرانيا تذهب إلى أسواق الشرق الأوسط وأسواق إفريقيا تشير اللحصاءات إلى أن لبنان واليمن وليبيا تستورد جل حاجتها من القمح من أوكرانيا فيما تستورد مصر أكثر من 66% من وارداتها من روسيا تضاف طبعا إليها الجزائر والمغرب العراق اليمن السعودية السودان الإمارات وتونس أيضا المخاوف من حدوث بوادر على مجاعة في حال تعطلت إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا تأتي بينما سجلت أسعار الغذاء العالمية زيادة بنسبة بلغت 30% العام الماضي وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فأو ينضم إلينا من باريس يونس سب الفلاح أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي مرحبا بك أستاذ يونس شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة ما مدى خطورة الوضع هل نحن بالفعل أمام مرحلة مجاعة جديدة الآن إن تأثرت إمدادات الحبوب الروسية الأوكرانية تحية طيبة صحيح أن ربما موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية هو عامل مؤثر جدا فيما يخص الأزمة الغذائية ربما المنتظرة أو المتوقعة إن نشأت طبعا حرب وارتباطها أساسا بمنتج اللي هو منتج يعني مهم جدا وأساسي في مسألة الأمل الغذائي اللي هو القمح لكن إشكالية القمح على وجه الخصوص أو هذا النقص في هذه المادة هو مرتبط بأسباب بعضها ضرفية لكن هناك أسباب أخرى بنيوية من خلال السياسات التي تم اعتمادها من طرف الحكومات فيما يخص المجال الغذائي أو حتى ارتباطها بطريقة معالجة مجموعة من المشاكل التي حدثت لأسباب ضرفية يعني الكل يتذكر مثلا حالات إما بعض الجفاف في بعض الدول المعينة ربما الحالة مثلا التي كانت في البرازيل في فتر من الفترات أزمة الفحم في الصين مشكلة سلاسل الإمدادات وخاصة مسألة نقل الحاويات وهذه مشكلة مرتبطة حتى بالولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى ما يمكن أن نصفه حاليا هذه حالة من الاحتراب على الأقل في مجال التواصل والدعاية الموجودة ما بين أوكرانيا وروسيا وانتظارات تأثيرها على سوق القمح روسيا تعتبر تحتكر 10% تقريبا من سوق القمح مادة مهمة جدا من حيث إمدادات خاصة بالنسبة للدول الغير المصنعة والدول الفقيرة على وجه الخصوص في الشرق الأوسط وكذلك في المنطقة الإفريقية فلذلك أي انعكاس للضرفية السياسية والعسكرية قد يكون له أثر كبير على هذه المادة لكن كما ذكرت أن هناك أسباب أخرى تم الفشل فيها على المستوى العالمي حتى فيما يخص مسألة الاقتصاد الأخضر من خلال استغناء عن بعض الأراضي الزراعية لتحويلها إلى أراضي بيئية أزمة في مسألة البدور والأسمدة وانخفاضها بتقريبا 30% خلال السنة الماضية هذه كلها عوامل كذلك هي عوامل مؤترة على الأزمة الموجودة حاليا هل هناك فترة لتدارك الوضع وأن لا يتأثر رغيف الخبز العربي بأي تطور عسكري على الحدود الأوكرانية يعني أول مشكلة حاليا طبعا طريقة معالجة الحكومات هي أولا البحث عن بديل يعني بشكل إذا تم حصول هذا الأمر أكيد أن المسألة هي البحث أولا عن بديل يمكن أن يكون مورد لهذه المادة لكن بالمناسبة هي المشكلة مشكلة عالمية يعني أنا لا أريد أن أختصها فقط في الجزء العربي لكن مثلا منظمة الأغذية الفاو فاشلة تماما في تعاطي مع هذه المسألة لماذا؟ لأن صلاحياتها هنا أتحدث عن جانب اللي هو جانب حوكمة أن صلاحياتها الإدارية والمسؤوليتها لا تعطيها الحق أن تتدخل مثلا في إدراج بعض السياسات الغدائية وإدماج هذا الجانب اللي هو جانب السياسات الغدائية مع من يمول السياسات الغدائية لذلك هناك حاجة لما يمكن أن نسميه بنك عالمي للغداء يهتم بالمنتوجات الأساسية ومن بينها القمح هناك ضرورة للدفع الصناديق الاستثمارية الكبيرة على المستوى العالمي الحديث هنا عن بلاك روك عن فانغارد عن سيت ستريت عن غيرها من هذه الصناديق للاستثمار في القطاع الغدائي والاكتفاء بمسألة التوجه باتجاه الخدمات اللي شكلت ربما الركن الأساسي في مسألة العولمة الاقتصادية اليوم يجب أن نعود إلى الاقتصاد الحقيقي اللي هو اقتصاد الحياة اللي مرتبط بمسألة الغداء مرتبط بقصة بالصحة مرتبط بجوانب تأمينية أساسية بالنسبة للمواطنين على المستوى العالمي لكن في نفس السياق أريد أن أشير إلى نقطة معينة هي أننا من خلال مجموعة من الأمور التي تحدث في فترة الأخيرة سواء كان الحديث عن أزمة الغاز أو عن أزمة القمح يبدو على أن الطرف الروسي المعني بهذه الأزمة يستعمل هذا الخطاب أنه يلوح بمسألة أن لديه سلاح اللي هو قطع الغاز أو قطع القمح كتبرية ربما لكل ما يحصل خلال الفترة الأخيرة وأنه من ناحية الإعلامية لا يجب أن ننساق وراء الدعايات الروسية المستعملة في هذا الصدد لغرض منها غرض تخويف لسكان العالم بأنهم ممكن أن يتعرضوا لأزمة مرتبطة بقصة السرع مع روسيا ما بين روسيا وأوكرانيا إلى أي مدى هذا يترك العالم العربي اليوم في وضع ضعيف قضية الأمن الغذائي في حسابات العالم العربي بالقرارات السياسية التي تتخذها قادة تلك الدول أجزم على أنه ليست هناك لدولة عربية معينة سياسة غدائية يمكن أن نقول أنها واضحة بالستناء بعض الدول التي عندها قطع زراعي تعتمد سياسات زراعية مرتبطة أساسا بمسألة تصدير بعض المنتوجات قد نذكر هناك نمديج معينة مثل المغرب والتونس والمصر والسودان وغيرها من بعض الدول في المنطقة لكن طالما ليس هناك أي تكامل بين هذه الدول العربية من حيث أن يكون هناك تشارك على مستوى السياسات الغذائية ثم أن المنتجات الرئيسية التي مرتبطة أساسا بالقمح الدول العربية ليست مدرجة ضمن الخمس دول المهمة في هذا المجال ليست مثل الهند ولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية ولا روسيا ولا أوكرانيا ولا غيرها من هذه الدول فأكيد أن الإشكالية هي إشكالية حقيقية وللأسف لم يتم استغلال مجموعة من الأموال ومجموعة من سناديق الاستثمارية السيادية خاصة بالنسبة للدول الخليجية في الاستثمار في هذا المجال لكان يمكن أن يكون هناك فرص واعدة في هذا المجال أشكرك جزيلا أن أستاذ يونس بالفلاح لتلبية هذه الدعوة أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي شكرا جزيلا